الآن نروز الريعة هذا الريحان هذا الريحان لماذا أزرع كثير منه؟ لأنه أنا أحب أن يأتي لعندي يزورني أعطيه هدية من البيت وهذه الهدية غالباً لا تكون شطلة ريحان زغدولة لذلك تذكرنا فيها غالباً ضيوفنا لا يهتم بالزريعة فمن بين كل عشرة يمكن أربعة أو خمسة فقط نروز الريحان ونرى الريحان بعد عيشة الباقي لا يهتم يتموت عندهم هذه الزريعة تتنبت بطريقة رائعة هذه هزرة تضيف لوحة ثلاثية هذه الدورة وبندورة هون طبعاً ترتيب النباتات كل يوم مرتين أفضل من رائعة بشكل كبير مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع بشكل كبير هذه هي الشجيرة الزينة كما ترون الرمان لدي حاملة ثمار الرمان زرية بالتعليق لا أفضل من رائعة وضع الأفاف هناك ما يرى طول بالأرض أيضاً لنرى هذه هي بندورة صغارة اسمها بندورة كرازية تطلع على حالة القرب قلت لها لا أكثر بخاطرك أهلا وسهلا بك في عالمي الرمان يفتح معها عطشاني الشجرة فقط تفتح فمرت الرمان معها عطش عطش يجب أن تسقي على طول لن يخسر فكما الأعمال كل النباتات بحاجة لترتيب هذه هي ياسميني تكبر كما تلاحظين هذه هي الزعترة تكبر هذه هي الزعترة يجب أن تكون في كل بيت لأنها نيحة لأمراض الصدر وأمراض البلغم كما تلغم هذه هي طمت الماء حسنا ترتيب كما تلغم كما تلغم كما تلغم كما تلغم كما تلغم هذه البذور تلغم تلغم هذه الشجرة تلغم كما تلغم أنا أحبها أكثر و أكثر و أكثر من الشرق هذا الشرق يصبح كما تلغم مرحب الأكثر الزعترة المكتل الجزء ولدك مكتل المكتل هذا يأكد وأهلا التي تلغم تلغم بعض الأسارع و ليس لدينا كم جمع هذه الأطبخة هذه الأطبخة و لدينا المطبخة ليست مغنى كثيرا هذه هي خصلة العنب يا جسر الخشبير هذه هي رحانة ترعب العرض هكذا هذه هي مغنى كبيرة هذه هي مغنى كبيرة هذه مغنى ترعب العرض لكي ترعب العرض ونستبقل هل ترعب العرض يا جسر الخشب أفقد الآن ت ver الآن تقولي يسلموا لك يسلموا لك هل عيني تلعى هك تسا ما خلصه تسا بده شغل هاي بكرة بكرة هاشتغل لليها مشان تكمل هاي جسير تبين كوا التخصيره هاي 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 انا بعملها القالب هاي هذا بذر رشاد هاي بكرة هاقص بذر رشاد و هاقص بذر بقدونس مو بكرة كمان بجوز اليوم مبارك وبذر البصل هاي اجمع هاي اجمع كل هاي البذور من شان يعني هاي 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 بكرة هاقص بذر هاي هاقص بذر تبعا هاي 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 لا تنسب التاريخ المعاصر والحي ترطيب على الماشي هنا يوقف الصرف عندما يوقف الصرف الزيعة يجب أن نفتحه لا يوجد مكان مدينة أو غابة إلا زرعت فيها أبداً لا يتذكر يجب أن نستخدم رحلة يأخذ النعنة أخذ النعنة من الرحلة التي تصفى يذهب على أي مكان الرطب أو فيه ماء يجب أن نزرع يصدقون الرحلة عندما أصل على المكان يجب أن نجح 20% من النعنة يجب أن ننسي يجب أن نجح وطالع ومتمدد أيضاً يأتي إنسان معتاز يأتي إنسان على الرحلة نسيانة النعنة يجب أن يجب أن نجح يوجد أن نجح يوجد أن نزرع من 6 سنوات في مكان جانب نبع ماء يجب أن نذهب إلى المكان يجب أن نذهب إلى المكان يجب أن نعنة قوي وهناك نبع مدع ينحن تعرف أن لدينا نعنة لكن في عالم يجب أن تشاره من كعب تقصه وتخرج في هذا النوع من الناس هذه هي العطرة يوجد عطرة التفاح معها الشجار التوت يوجد تزاره لا يؤثر عليهم كونه أنا أعطيهم ماء كل يوم إذا لم يهتم فيهم يجب أن يجعله هذا زهر البصل كل البذور سيجمع كلها سيجمع يجسر النخشبية السلاحة يسلي حاله هذه هي سنابلة القمح القمح يوجد بندرة هناك أيضا شجرة توت هناك خمس شجرات توت أعلمكم على عمله هذا الدلو في شهر شباة عندما أفرته يأتي خمس شجرات توت وشجرتين عنب والبندرة تكون ماتت خمس شجرات توت وشجرتين عنب ما يعملون له هؤلاء؟ يعملون له 700 ليرة يعني 50 دولار هذا السطل الحال الناس يأتي لعنبي ويقولون لماذا عاجئ حالك؟ لماذا عاجئ حالك؟ لماذا عاجئ حالك؟ أنا لا أعلم وأنا ليس لذلك هناك أربعة أو خمسة توت وعطرة هل هي شام؟ ها هي شام؟ شام؟ هل يباك؟ طبعا مبارح صار حدث كثير مؤسف المباري لما أنا مدرب أولاده يتعذفوا على البيت من بره فأضعهم كل يوم عطلة بكوما في سيارات أضعهم بالشارع بمنطقة بعيدة هنا وأمهم منشان هي تجي وهنا يجو معا يتعذفوا على البيت في حال داع وفي حال داع فكنا عملين هذه العملية أربع خمس مرات يتعلمون كل مرة يقعون نصف المسافة لأن الدخل فيها تسلق فأخر مرة تسلقوا فيها البيت يجب أن يمرون بيت الجيران فالجيران يزعجوا يعني الجيران يظل صوت مطالع للنهار ويزعجوا من صوت القطط فالجيران يشتكوا عليها يأتي عندنا جار ناخد درجة هنا لأنه محترم وبنعلم الناس يعني يفكر أنه يعني هذول قطط شهردين فبيمسكهم وهون يعني نتيني بيمسكهم وبيتقع فيهم لأوين بيحطهم بكارتوني أو كيس وبيأخذهم عن متور وبرميهم بعيد فأنا باري بتيشد عندي يعم تدور عليهم ما بفهم عليها أنا شو بديه فكرت برد أفتح لأنه هي دخلة بسولة ما عم يقدر يدخلوا بأو أنا رايح السوق فتحتل الباب ورحت فأنا بجد رجائي بجد اتسالي فكما تأتي أتلح لي وتأخذني على مدخل بيته والله على مدخل بيته للخدرجة فدقيت عليه وأنا هو بديك وطلعت عليه قليلت له جار الأطاة الصغار قالت له شو لقد أخذتكم شهي تحرم بعض وأنا اخذتني بيطة خير شوفي